موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت الصين تطلق أول ترامن في العالم يعمل بالوقود الهيدروجيني بدأت مدينة تانشان الصينية التشغيل التجاري لأول ترامن في العالم يعمل باستخدام بطاريات الوقود الهيدروجيني الذي لا ينتج عنه أي ملوثات بيئية وأفدت وسائل إعلام صينية بأنه يمكن للترام إعادة التزود بالهيدروجين في غضون 15 دقيقة ويستطيع أن يسير بسرعة 40 كم في الساعة حتى سرعة قصوى تصل إلى 70 كم في الساعة صحيفة الوئام السعودية عنونت جامعة صينية تشترط إنقاص الوزن مقابل الدرجات النهائية تشجع جامعة صينية طلبها على خسارة أوزانهم والتمتع بصحة جيدة وجسم وعقل سليمين من خلال برنامج خاص لإنقاص الوزن ويشترط الحصول على درجات عالية بناء على مقدار الوزن الذي خسره الطالب خلال رحلة البرنامج المحددة في محاولة جديدة وغريبة لم تشاهد من قبل لمعالجة السمنة داخل الحرم الجامعي إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت مصري يبيع بيترولا قصب السكر توصل شاب مصري إلى فكرة مبتكرة وفريدة من نوعها لتسويق محله المخصص لبيع عصير قصب السكر في مدينة الإسكندرية الساحلية فقد صمم الشاب المحل على شكل محطة لتزود بالوقود ويقدم الشاب قصب السكر لزبائنه بشكل جديد عبر مضخة محطة بنزين وكؤوس بأحجام عملاقة يتسع بعضها للترين وثلاثة لترات إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت الصين تبتكر نوعا جديدا من الأرز نجح علماء في الصين في زراعة نوع جديد من الأرز يمكن أن ينمو بعد ريه بمياه البحر المالحة وليس بالمياه العذبة كما هو معتاد وبعد العديد من المحاولات الفاشلة نجح العلماء في مضاعفة انتاج هذا النوع من الأرز بثلاث مرات ليصل انتاجه إلى أربعة أطنان ونصف للهكتار الواحد مما يجعل من الممكن استخدامه في أغراض تجارية على نطاق واسع وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت اكتشاف ضحية لتسونامي عمرها 6000 عام يعتقد علماء أن جمجمة غامضة غير كاملة استخرجت في بابوا غينيا الجديدة عام 1929 تخص أقدم ضحية بشرية معروفة لموجات المد العاتية تسونامي وهي ضحية كان يعتقد في السابق أيضا أنها تنتمي إلى جنس بشري انقرض منذ حوالي 140 ألف سنة وكشفت وسائل علمية أحدث أن عمر الجنجم الحقيقي هو 6000 سنة